المهم من الكلام ده الحمد لله رب العربين ما حصلش بقى مع ابننا ونجمنا اللي بشرفنا ومصيطنا في المحافر الدولية نجمنا محمد صراح اللي بيستمتع حاليا بأجاسته الصيفية في اليونان بعد ما أعلن توقيعه بشكل رسمي على عقد تجديده مع الرادس حتى عام 2025 عقده الحالي المفترض انه كان حينتهي في يونيو 2023 وكانت مفاوضات التجديد بين الطرفين معقدة إلى حد كبير لغاية لما أعلن صراح عن هذا التجديد وطبعا ده كان حديث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي طوال اليومين اللي فاته تعالوا نشوف كمان الصحف الإنجليزية تحديدا قالت ايه عن محمد صراح وعن مسألة التجديد وحنستعرضتكم جانب كده منها صحيف الديلي ستار البريطانية قالت في منشات صراح المدلل ثلاث سنوات إضافية لمو ليفربول يحتفظ بورقته الرابحة بعد توقيع عقد ضخم مقابل 350 ألف جنيس ترديني أسبوعيا ديلي تيلي جراف قالت صراح يوقع على عقد جديد قياسي ب55 مليون جنيس ترديني ديلي إكسبرس قالت صراح يوقع على اتفاق مالي ضخم ميرر قالت يا له من أجر الملك المصري يوقع على أطخم اتفاق في طاريخ ليفربول ويعلن أنا باقي للفوز بالمزيد من الألقاب طبعا خطوة مهمة جدا لأخذها محمد صراح كتير جدا من الناس سعيدة لمحمد صراح ما حصلش معاه اللي إحنا منتكلم عليه أن هوندي فيما يتعلق به رونالد وميسي بقاءه في ليفربول مطلوب على فكرة حتى على أصعيدها مختلفة بعيدا بقى عن أرضيات الملعب من ضمن الحسنات الكتير أول اللي هي علاقة ببقاء محمد صراح في ليفربول كان موقع من الأوقات مش فاكر كان من شهر أو حاجة بيقولك أن محمد صراح من أول منضم ليفربول معدل جرائم الكراهية في المدينة دي نزل بنسبة حاجة وعشرين في المية ده يوليك إي درجة محمد صراح فعلا مؤثر حاجة عظيمة جدا كل التفيلة بقى إن شاء الله في السنين اللي جاية في ليفربول وأنا أتوقع إن شاء الله مزيد من النجاح لي لأن البطل بيفضل بطل يعني ربما بيكون الوصول صعب زي ما احنا كلنا عارفين لكن الحفاظ بالنسبة لصلاح سهل بالنسبة للباقي ممكن يبقى صعب بس ربنا وفاء إن شاء الله